أعزائي المتعلمين معنا في مساق الإسعافات الأولية وكيفية التصرف في الحالات الطريقة في الجزء ده هنتعلم مع بعض معلومات أكتر عن الحساسية المفرطة اللي أوقات كتير بنلاقيها تحت ترم أو تعبير أنا في لعك تكشاكل الشوك اللي هي الصدمة والمقصود بيها انخفاض حاد في الدورة الدموية الضغط بيقطع جداً والشخص يبدأ يفقد الوعي وقد تصل إلى الوفاة الحساسية المفرطة المقصود بيها أن الشخص عنده حساسية من مادة معينة المادة دي لما بتدخل جوه الجسم أياً كانت طريقة دخولها بيؤدي ذلك إلى إفراز مجموعة من الوسائط اللي بتدفلز من الخلايا المناعية بتاعتنا وتبدأ المواد الكيموية دي تنتشر وتروح فتح الأوعية الدموية فلما الأوعية الدموية تفتح الدم هيهرب الدم مش هيوصل أعضاء المهمة زي المخ وغيره من أعضاء الجسم وعشان كده بيحصل خبوط حاد في الدورة الدموية وقد يصل الأمر إلى الوفاة طبعاً الحاجات اللي هتتاخد عن طريق الحقن بتبقى أسرع بكتير في أنها هتعمل الأعراض دي زي على سبيل المثال للحصر حقن المضادات الحيوية الناس كتير بتبقى جريئة ويقولك عايزين نتعلم الحقن وندي الحقن في البيت لكن في الحقيقة لو هي حقنة مضادة حيوية ما ينفعش حضرتك خاص تديها أبداً قل ما تكون عن الحاجة اسمها اختبار حساسية لأنه أنا مش ضامن الشخص اللي أنا هتدي له الحقنة دي هيبقى عنده حساسية من المضادة الحيوي أو لا هيجي هنا حد من السادة المتعلمين يقولي طب ما لو خدها قبل كده مرة أو اتنين أو تلاتة مش مشكلة هبقى أنا عارف أنه ما عندهوش حساسية منها في الحقيقة ده خطأ شائع جداً الحساسية المفرطة مش شرط تبقى من أول مرة ولا حتى تاني مرة ممكن تحصل من ثالث أو رابع مرة فأنت منتش ضامن ممكن في المرة اللي انت جاي تدي فيها الحقنة يكون هو دي المرة اللي هيحصل فيها الحساسية المفرطة لأنه فعلياً الميكانيزم اللي بيحصل ده الجسم إنه ممكن مع أول مرة يحصل إن الخلايا تبدأ تتنبه إن فيه مشكلة لكن مع المرة التانية أو التالتة تفرز المواد اللي قولنا عليها فيحصل عندنا خبوط حاتف الدورة الدموية قد تؤدي إلى الوفاة حبيب كمان أأكد إنه مش بس المضادات الحيوية هي اللي ممكن تعمل حساسية مفرطة لكن فيه حاجات كتير ممكن تعمل معايا الحساسية المفرطة زي أرصة النحلة على سبيل المثال زي بعض الأكلات بعض الناس بيبقى عندها حساسية مفرطة من بعض الأكلات وأنا مش حابب أعدد هنا أكلات كتير لأن الناس كتير بتقول لك السمك واللبن والبيض والقشريات زي الجنبري لا أنا حابب أقول لحضراتكم إن القصة دي بتفرق من شخص للتاني يعني ما نقدرش نعمم نقول إن الحاجات دي مسببة للحساسية ما نقدرش أقول لك لا ما تكلش فراولة ما تكلش شوكولاتة ما تكلش مش حقيقي هي الفكرة كلها إن حضرتك لما بتستشير الطبيب بتاعك لو جات لك نوبة من نوبات الحساسية بأشكالها المختلفة الطبيب بيعمل لك بعض الاختبارات ومن خلال الاختبارات اللي بتتعامل في الجلد بيقدر يحدد إيه الحاجة المسببة للحساسية عند حضرتك وبالتالي حضرتك عرفتها هتبعد عنها تماما مش هتتعامل معاها كمان مهم جدا لو حضرتك فعلا بتجي لك نوبات الحساسية دي من حاجات كتيرة في الكميونيتي أو في المجتمع حواليك صعب الابتعاد عنها لازم تبقى عارف إيه العلاج اللي تاخده خاصة لو جات الصدمة أو الآن فيها كتك شاك في بعض الأسواق متواجد بعض الحؤن الحؤن دي بتحتوي على مادة نعتبرها منقذة للحياة العيان لو بدأ يحس بأعراض الحساسية اللي هي انخفاض حاد جدا في الضغط هيبقى حاسس معاه بدوخة وهيبقى حاسس معاه بشحوب أو هيبان عليه شحوب رهيب وممكن يفقد الوعي ساعتها فورا بناخد الحؤنة ونحقنه على طول في أي مكان في الجسم في أي عضلة في الجسم عشان ننقذ حياة الشخص ده لو الحاجة دي مش متاحة عندي في السوق في دولتي يبقى أنا لو حصل أي عرض من الأعراض اللي قلنا عليها الشحوب خبوط حاد جدا أو انخفاض في الضغط أو تغير في درجة الوعي بعد حؤنة أو تناول أكلة معينة أو أرصى من حشرة معينة لازم أطير فورا على المستشفى عشان يتصرفوا هناك بسرعة جدا لأنه دي قد تؤدي إلى الوفاة أتمنى لحضراتكم كل صحة وكل سلامة خلينا نتقابل مع بعض على ساحة النقاش نتكلم أكتر في التفاصيل بتاعة الحسية أنا عارف أن كتير من المتعلمين هيبع عنهم أنواع مختلفة من الحسية لكن خلينا نعرف الفرق أكتر في الديسكشن والمناشة بيننا ومن بعض ما بين الحسية المفرطة اللي هي الأنافيلاكتك شوك التي قد تؤدي الوفاة والأنواع المختلفة من الحساسية اللي ممكن السيطرة عليها بعلاجات بسيطة أو أدوية بسيطة متاحة في كل الأشواء